السلام عليكم هناك حالة من تغير النفسية تغير في المزاج العام عند نتنياهو وعند من حوله الذين يبحثون عن صورة نصر الذين يريدون أن يشبعوا غريزة الانتقام عندهم هناك شعور بالنشوة بعد سلسلة الإغذيالات هذا الشعور صراحة بدأ ينمو منذ قصف ميناء الحديدية صورة كرة اللهب الكبيرة ثم لاحقا اغتيال شكر واليوم يقولون أنه اغتالوا أو أكدوا على اغتيال محمد ضيف القصف كان قبل حوالي أسبوعين سنتي على ذلك بعد قليل ومقتل إسماعيل هني طبعا هذا يجي بعد الكثير من النقد والهجوم على الحكومة وعلى قيادة الجيش أنه ماذا نفعل في غزة لا يوجد إنجازات تدمرون ولكن وضع الأمني لا يتحسن ماذا عن الشمال القصف لا يتوقف من حزب الله في غزة من حيث نخرج تعود حماس الآن هذه الجمل خفت قد يكون بشكل معقد خفت حتى نرى ماذا سيحدث ولكن حلت مكانها جمل مثل اغتلنا فعلنا كذا فعلنا كذا هذه الجمل هي التي على السطح الآن لذلك أقول هناك تغير في المزاج العام بالمقابل مثلا الجنرال يتسحك بريك يقول بعد كل هذه الأحداث الأخيرة بأن نتنياهو ومن حوله في حكومة اليمين والمضطرفين يسوكون فكرة أن السمرار الحرب هو الأمر الذي سيقضي على حماس وأن إيقاف الحرب والصفقة الآن سيشكل خطر مستقبلي على الإسرائيليين يقول بريك هذا محض كذب محض خداع على الجمهور يقول أولا لا يمكن القضاء على حماس حتى لو اغتلتم قيادات انسوا ذلك يقول لهم ويقول أيضا بأن الجيش لا يعترف بأنه فشل حتى الآن بهذه المهمة القضاء على حماس وما زال يخضع الجمهور ما زال يقول حتى اليوم فقط المزيد من الضغط العسكري بعض الوقت سيؤدي إلى تحقيق الأهداف ولكن هذا يجب أن نتذكر يقول بأنه بعد قليل لن يعود لدينا مخطفين أحياء لكي نعيدهم ماذا عن هذا الأمر القومي الكبير من جهة أخرى يقول أنه لديه معلومات بأنه 80% رغم كل ما حدث 80% من أنفاق حماس ما زالت موجودة وعدد مقاتلي حماس ما زالوا بعشرات الآلاف قسم منهم حسب قوله في الأنفاق وقسم يتواجد بين المدنيين كمواطن عادي يقول لكي نفهم أن القتل لقيادات في حزب الله وقتل لقيادات حماس هذا لا يؤدي إلى نصر لكل منهم يوجد بديل وأحيانا البديل أكثر تطرفا من الذي قمنا باغتياله يقول أيضا إذا نطرت في رؤية قصيرة المدى أو بعيدة المدى لقد خسرنا المعركة وبشكل كبير وكل يوم إضافي في هذه الحرب يزيد من تعب إسرائيل من انهيار إسرائيل فالجيش يتعب أكثر جنود الاحتياط لا يستطيعون أن يصمدوا أكثر ولا يوجد بديل عنهم لكي يستبدلهم بلمح أن الحردين بعدهم مش متجندين واستمرار الحرب كارثة بالنسبة لنا يقول في النهاية يجب أن نبادر بإيقاف الحرب إطلاق صراح المختطفين أن نتوقع بأن هذا سيؤدي إلى إيقاف القصف من حزب الله أن نعيد بناء جيشنا أن نرمم اقتصاد إسرائيل أن نرمم علاقاتنا الخارجية أن نقوي حصانتنا الداخلية المجتمعية المتفككة وحينها عندما نعود أقوية عريو سنستطيع أن نقف في كل التحديات المطلوبة منا يعني وسط كل هذه الفرحة بالاغتيالات وغيرها ثمت من يقول مثل يتحكي بريك في إسرائيل يقول لحظة لا تفرحوا إلى هذا الحد ويدق ناقوس بالاتجاه المعاكس أنتقل الفيديو الأول وأنت تسمع قناة 14 ترى بكلمات من السخرية من الضحك أستطيع أن أقول يصل القهكها من المعلقين بالاستيديو على خلفية فيديوهات جنازة القائد الحمساوي إسماعيل هني يعني يسخرون من كل شيء يقهكهون خلال نقل الأخبار شيء باعتقادي باعتقادي غير أخلاقي بالمرة يعني أنا لا أتذكر بحياتي بأنني رأيت تعليقات على جنازة ولا من أي خصم ضد أي خصم آخر بكل هذا الضحك والقهكها والسخرية من الموجودين والابتسامات العريضة يعني تشمئز من المستوى وتتذكر هالرأيت مرة حتى خصم يسخر من كل هذا الكم من شعب آلاف كثيرة يعني بغض النظر عن التفاصيل من القاتل من المكتول ولكن قاقها على فيديوهات وصور جنازة هكذا كان وضع في قناة 14 أجروا نفسهم مقابلة مع واحد اسمه عوزي ديان كان نائب رئيس أركان جيش الاحتلال مرة استمر بالتحريض على غزة بقول لازم نقتل أكثر يجب أن نستمر أكثر وقال بأنه سألوا هل نستطيع قتل حسن نصر الله قال لم تصح الفرصة بعد ولكن لما نستطيع سنقتل الأمين العام لحزب الله وقال بما معنى بأن كل ما يسمونه حسب وصفه أبرياء هم ليسوا أبرياء يعني أيضا مستوى همجة بالنسبة لكيفية التحريض والقول بأنه الخصم بغض النظر من الخصم أينما كان ليس عنده أبرياء وقاقها على جنازة شيء يعني تشمئز والله بالنسبة لرد الإيران المتوقع وهذا هو المهم ورد حزب الله يتوقعون في إسرائيل ردا حقيقيا قد يكون أكبر من الرد إياه اللي كان في قصف إيران لما قصفت إسرائيل في بعض أو في حوالي 300 مسيّة رقالو وصواريخ باليستية هناك تحضيرات حقيقية لرد فعل إيراني بعد اغتيال هني في طهران وفؤاد شكر في بيرون فمثلا بلدية حيفا اليوم أصدر تعليماتها للمواطنين ابقوا بقرب الملاجئ الجيش أصدر أوامر إغلاق عشرات المصانع اللي فيها مواد خطيرة تبعد عن الحدود اللبنانية مسافة تصل إلى 40 كم الغريب الغريب أن الناطق الرسمي باسم الجبهة الداخلية قال اليوم في فيديو للمواطنين مؤقتا لا يوجد تعليمات خاصة ولكن في النقاط أخرى نرى هناك خطوات حقيقية يعني تحس تناقض بينما يفعلوا أولا بينما تقول بلدية حيفا وبينما يقول لباك المواطنين ثانيا بينما يطلب الجيش بإقلاء مصانع بينما يقول المواطنين صحيفة دعوت تقول بأن أغلب التوقعات أغلب التوقعات بأن إيران وحزب الله سينسقان هجوم متزامن قد ينضم له الحوثيين في اليمن وفي العراق المقابل نتنياهو ظهر اليوم في فيديو وقال بأن إسرائيل على أهبة الاستعداد للدفاع وأيضا على أهبة الاستعداد للهجوم وهدد سنقوم بجبي ثمن باهض من كل جبهة تهاجمنا كما قال نتنياهو اليوم لاحظوا إسرائيل حتى الآن ما زالت تلتزم الصمت فيما يتعلق باغتيال هنية يعني نتنياهو تحدث عن اغتيال محمد ضيف عن اغتيال في بيروت ولكن عن هنية حتى الآن لم يتحدث ولا كلمة أنتقل للفيديو الثاني قبل حوالي أسبوعين قصفت إسرائيل في حي المواصي واستشهد أكثر من مئة شخص حينها قالوا سريعا قالوا بأنه تم قتل القائد الحمساوي رفع سلامي وقالوا حينها أن القائد الأعلى لكوات كتاعب القسام محمد ضيف تم استهدافه ولكن لم يؤكدوا هذه المعلومة بشكل أكيد اليوم أكدوا أنه قد كتل الضيف كتل 8 مرات إسرائيل حاولت اغتيال محمد ضيف خلال مسيرة حياته فشلوا أصابوه قتلوا زوجته قتلوا طفله والآن يقولون الآن استطعنا قتله في كناة آية 24 قالوا بأنه السبب تأجيل الإعلان أنهم انتظروا المعلومة المخابراتية الدقيقة يعني يمكن أن نفهم أن الاختراق المخابراتي اللي بتحكي عنه إسرائيل ما زال موجود كان موجود عندما عرفوا أي بيت في التحديد هو موجود إن صحت المعلومة والآن يتحدثون عن اختراق مخابراتي آخر أوصل لهم معلومة تؤكد مقتل الضيف طبعا لا يفصلون لا كيف المعلومة ولا من أين ولا أشياء سرية بكل الأحوال في صحفي في نفس الكناة آية 24 قال لربما تم التأخير لأنه أكثر المرة قالوا قتلنا الضيف ولكن لاحقا يروا على قيد الحياة آخر مرة تفاجأ أنه أصلا بأنه ما زال يكون المعركة ببداية الحرب لذلك قرروا أن ينتظروا وعلقوا بأنه الشهر الذي مضى يعتبر شهر مهم قتلوا القائد الأعلى لقوات حماس في غزة محمى الضيف والقائد الأعلى لقوات حزب الله في لبنان فؤاد شكر فبالتالي هنا لقى كل نشوة باختراقات مخابراتية ومعرفة أين الشخص ومعلومات أيضا بأنه قتل طبعا مرة أخرى نشرت قناة 14 مظاهر فرح عند الإسرائيليين بمقتل الضيف قسم من المظاهر توزيع حلوة في الشوارع مستجمين على الشاطئ يفرحون يرقصون مقتل الضيف هذا ما عرضتوا قناة 14 وعلق أحد الصحفيين هناك يحق للشعب الإسرائيلي الآن أن يفرح بعد حوالي 10 أشهر من 7 أكتوبر بهذا الإنجاز هكذا يصورون الوضع السؤال قتلوه؟ قتلوهش؟ لأن حماس بتقول إحنا اللي منقول أو منعلن عن مقتل قياداتنا وليس العدو حسب بيان حماس وحماس حتى الآن لم تكن بأن الضيف قتل هاي معلومات إسرائيلية أنتقل للفيديو الثالث على سيرة كيف يتصرف بعض الإعلام الإسرائيلي وبعض سخافات الصحافة؟ اليوم في صحيفة معاريف كان عنوان مركزي وصنف ضمن الأكثر كراءة في الموقع في موقع معاريف أن القائد الإيراني الأعلى علي خامنئي خائف ليه خائف؟ لأنه يشعر بأنه القادم بالدور وبأنه سيتم اغتياله والله دخلت إلى الخبر ظننت أنه ثمت شيء يمكن الإشارة له في هذا الموضوع دليل ما يعني وفق ذكاء عبقرية الكاتب وفق خياله إذا بدكو أن خامنئي خلال جنازة هنية نظر إلى الأعلى إلى السماء عدة مرات وحسب تفسيره بأنه هذا معناه بأنه خائف أن يقصفوه وهو وسط الجنازة يعني أحيانا تستغرب من بعض الصحافين إسرائيليين كيف يحاولون الإثارة وصناعة نصر يعني أين دي تطلع خامنئي؟ لتحت معنا يعني بتضلل لتحت سيتم يستنتجه مثلا أنه خايف يفقع فيه إيش من تحت يعني يعني شو الصحف اللي كتب عم بتهبأ العمينة عم بتهبأ العقور رأو على فكرة أنا فتت ونظرت شفت الفيديوهات اللي ناشرينها ما فش شيء خاص بتطلع عادي لفوق اللي تحت لكل مكان هكذا تنسج وتنتج بعض القصص الأساطير في الإعلام أو في ألف ليلة وليلة خامنئي تطلع لفوق معناته بتوقع رايح وكسفوه من الهواء استنتاج عبقري جدا عندك للفيديو الرابع تذكرون قبل أيام كيف اعتدى جنود إسرائيليين على شرطة إسرائيلية ليه؟ أجوا يعتقلوهم في معتقل سديتمان بعد إحضار معتقل فلسطيني مع نزيف شديد في مؤخرته والأمعاء لأنه تم الاعتداء عليه هناك عدة رواة كيف تم الاعتداء عليه يمكن في عصة أو شيء ضربوه أيضا وكسروا أطرافه وهم للثمين وتذكرون كيف اقتحم معسكر الاعتقال من أشخاص من اليمين ومظاهرات وحطى أعضاء كينيست ووزراء دخلوا المعتقل اقتحموا وبعد ذلك بساعات اقتحموا المحكمة اللي فيها تسع معتقلين من الجيش المشتبهين بأنه قاموا بالعمل المشين طبعا عدة محلين قالوا بأنه هذا لكي يهون على إسرائيل في محكمة لاهاي تقول لهم لدينا قضاء مستقل نحن نحاسب السرطة تعاملت مع المقتحمين إن كان في المعتقل وإن كان في المحكمة مع الهجوم الهمجي بمنتهى اللطافة وبنكفير اختفى فجأة ولم يعلق والموجه العام للسرطة اختفى فجأة ولو كانوا عربا فلسطينيين مواطنين في إسرائيل مثلا يمكن لا استشهد منها خمسين في حالك هذه كل هذا الذي كان اليوم كشفت صحيفة آراتس الفلسطيني الذي عذبوا جنسيا أعادوا للمعتقل نفسه من حيث عذبوا أعادوا وحيث ما زال يتواجد الجنود الذين قاموا بتعذيبه سرحوا من المستشفى من المستشفى إلى المعتقل وعيادة المعتقل طبعا عيادة بن كسين عيادة معتقل حيث يتواجد من أدوا به أو الذين يشتبه بأنهم أدوا به وقاموا بحق بهذه الأعمال المشينة السادية طبعا هناك حالات أخرى هذه الحالة هي عينة قد تكون عينة صغيرة من التعذيب اللي هناك حسب صحيفة آرتس 36 شخص أصلا فارقوا الحياة تحت التعذيب في هذا المعتقل والآن بعد كل هذه الفوضى والكلام وهو الشرق تعمل بكل هدوء مع دخول معسكر جيش مع دخول محكمة اقتحام وتأتي بالضحية لكي تعيده إلى نفس المعتقل حيث يتواجد جنود من الذين عذبوا طبعا في غزة الوضع مازال مأساوي جدا جدا وقاسي والصور لا توقف أن تأتي من هناك الفيديوهات المؤلمة معاناة إنسانية بكل ما تنهي الكلمة من معنى في الإعلام الإسرائيلي هذا تقريبا كالعادة غير مذكور أراكم غدا رغم كل شيء على أخبار أفضل بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة